هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على تقدير الدور الريادي لدولة الكويت في العمل الإنساني ودعمها لجهود حل صراعات وإحلال السلام وهو ما توجب تسمية سمو الأمير قائدا للعمل الإنساني الأمم المتحدة تدعم الجهود الكويتية لرأب الصدع الخليجي وتثق في غايات الجهود الكويتية ونسعى للمزيد من التعاون معها لحل الأزمات سيما في سوريا وليبيا واليمن فضلا عن القضية الفلسطينية الأمم المتحدة تدعم الجهود الكويتية إزاء العراق من حيث الدعم السياسي والإنساني والإعمار كل مبادرات الكويت تهدف إلى إحلال السلام وتعزيز التعاون في المنطقة ولا يسعنا إلا أن نعرب عن رغباتنا في التعاون مع الكويت لتحقيق هذه الأهداف